اشتركوا في القناة ماشي ليه لا نعمل اللي بتقولي عليه يلا كفية كده خلينا نهزر شوق انا تعبانا وهو ماله بقى الهزار متعب الهزار ما انا شايفك كويسة وزي الفل طول النهار ليه بقى اول ما اجي اكلمك تقولي لنا تعبانا مع اني مش طالب منك حاجة صعبة ولا انا ما بقيتش حبيبك ولا خلاص زهقتي من الكلام معايا ولا ايه ما تفاهميني ليه بس كل ده اعمل حساب المجهود الكبير اللي بعمله في البيت هنا كل يوم ده حتى ايدي واجعتني من التنظيف والغسيل ايه يعني ما كلنا شاياينين وبعدين دي طبيعة الحياة انا بقى مش عايزة الحياة لو هي كده يا فيبو لو بتحبيني قوم احجز تذكرة البريس ليك ووحدة لي بس عايزها تكون لألمانيا وانا موافق بحذر معاكي بس ليه بتقولي كده؟ علشان انا شخصية حساسة يا فيبو وانت عارفني وبعدين انا صريحة قوي وما بعرفش اكدب افهم ده بقى وقدره ولا انا غلطانة اه ايوا فاهم بس قولي وبعدين ما انا بقولك كل الاسباب اللي مخلياني فكري مشغول وبعيدة عنك ويا ترى انت لسه بتحبيني طب انا عندي فكرة اسمعيني كويس هتقوليلي نكتة من دماغك وهاردهالك بوحدة هتوقعك من الدحك لحد ما تقولي لأ بقى كفايا ها 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 انا بصرحك بمشاعر يا فيبو عايزة اقولك حاجة ومترددة لكن وعدني انك هتفهمني صح؟ وليه لا طبعا هفهم كلامك كله انت عارف؟ قولي من زمان لما كنت في لاكمبور كان في حارس في الحي كده واسيم كانت البنات معجبة بوقتها وبعدين؟ ولما كان بيعدي من جنبي كنت ببقى طايرة من السعادة يعني ملخص كلامك ده انه انا اشبه له ولا مفيش وجه مقارنة بنا زعلت؟ ماهو معنى كلامك ان الحارس ده شغلك ولسه فكريه ومهما اعمل مش مهمة بقى يوه لا مافهمتنيش يا حبيبي انا بحاول اقولك اني لما بتخيلك وانت لابس زي لبس الحارس ده وبتمشي زي وكده اه بحس بكل كيان اني بحبك حقيقي واني فعلا ما شعري صدق ناحيتك الحارس ده تأثيره خطير في حاجة كده فيا بتشبه له ومش كده برضو مش انا قلتلك ما تفهمنيش غلط انا كده هزعل ولا تشغلي بالك بهزر بص انا عندي فكرة حيلة قول يا روحي فكرت في انك تلبس زي لبس الحارس ده تمام هم واكيد لما شوفك لابس زي مكان بيلبس احساسي بيك ساعتها هيبقى اعلى فتوحشني دايما واحبك اكتر من زمان اشتركوا في القناة